نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء احتوى امتحانات شهادة التنوية العامة على أسئلة مقالية مؤكدة أن امتحانات شهادة التنوية العامة ستعقد ورقيا من نظام البابلشيت وستقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط ولن تضم أي أسئلة مقالية على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم لتكون هي فقط المسموح بوجودها في لجنة الامتحانة ولا يجوز استحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان الامتحانات